أهلا بكم من هنا من ساحل الخليج العربي الذي حاول البعض أن يحوله إلى خليج فارسي من هذه النقطة من مملكة البحرين ومن عاصمتها المنامة وعلى شاطئ الخليج العربي جئنا هنا لكي نتناقش في موضوع الساعة الموضوع الأخطر الموضوع الأدق وهو قطر عراب الخراب والدمار في المنطقة جاء الباحثون من كل مكان من الوطن العربي جاء من تونس من يتحدث عن المحاولات القطرية لزعزعة الاستقرار والبنيان الاجتماعي داخل تونس وجاء أيضا من اليمن من تحدث عن تجربة اليمن الجريح مع هؤلاء الخوانة الذين سمموا الأجواء داخل اليمن الشقيق جاء أيضا من يتحدث عن مصر وما جرى في مصر خلال المرحلة الماضية والحالية من جراء التدخلات القطرية والتمويل القطري للإرهاب جاء هنا أيضا من كل مكان من الدول العربية من السعودية ومن الإمارات الجميع ربما يتحدث بحديث واحد بمفردات واحدة بكلمات واحدة عن الضور القطر المسموم لكن الجميع أيضا توافق على أن قطر تمثل نهاية طرفية لآخرين هؤلاء هم تركيا وإيران وأجهزة استخبارات دولية الجميع بات على قناعة بأن قطر بتمثل خلية سرطانية في جسد الأمة العربية لكن كيف السبيل إلى الخروج من هذا المأزق؟ الشعب القطري شعب شقيق لكن النظام القطري نظام عميل كيف يمكن إجراء جراحة عاجلة وجراحة سريعة وجراحة دقيقة لإنقاذ الشعب القطري أولا وإنقاذ المنطقة العربية برمتها ثانيا ربما لم يتوقف الحاضرون عن الحديث عن تدخلات قطرية في أرجاء كبيرة من الكرة الأرضية محاولين الوصول إلى أقصى نقطة من التدخل عبر وسائل إعلام مسمومة ومأجورة ومفروشة وكتاب وسياسيين الجميع هنا يتحدث بحديث واحد هو أن قطر باتت خلية يجب التخلص منها بأسرع ما يمكن لكن وعلى نطاق ضيق في مجال بحثي تم عقد هذا المؤتمر هنا في أرض مملكة البحرين والحديث كان كيف يمكن تشبيك المراكز البحثية العربية لكي تتوافق جميعا في اتخاذ خطوات ثابتة وخطوات واحدة وخطوات ممطلقة إلى الأمام لمواجهة قطر ربما هذا المكان ومن هذا الشاطئ وهذه المياه التي نراها تتضفق أراد البعض أن يخنق العالم العربي من خلال إغلاق خليج هرمز في مدخل هذا الخليج وتحويل هذه المياه من مياه عربية نقية إلى مياه فرسية ملوسة الجميع يعمل هنا في اتجاه واحد كيف يتم تضييق الخناق على قطر لإيقاف هذا التدخل في الشأن العربي وتحويل المنطقة إلى كتلة من الرماد ربما هذا هو المكان الأمثل لمناقشة هذه الأمور وربما في هذه الحلقة نتابع كلمات ومداخلات الضيوف الذين جاءوا من كل مكان من الدول العربية لفتح قطر ليس ذلك فحزق وإنما استشراف المستقبل في كيفية التعامل مع قطر ترجمة نانسي قنقر